أقولها بكل أمانة سياستنا سياستنا السياسة وحدة دعم للمملكة العربية السعودية احنا والسعودية واحد اخواننا هل له وهلنا بالسعودية وما يقوم به القدع والقدع مش في المصري اقول للقدع اللي يطلع في بعض القنوات انت خوش قدع عدل وطول عمرك قدع وطول عمرك انسان غبي وجاسوس ومرتشي وما تستاهل انك تحمل جنسية هذا البلد من يسيء للمملكة العربية السعودية فهو يسيء للكويت ومن يسيء لأي دولة خليجية فهو يسيء للكويت ومن يسيء الى مصر والدول الشقيقة اللي وقفت معانا من الدول العربية والاسلامية فهو يسيء للبلد احنا في دول الخليج سياستنا سياسة واحدة لذلك اقول للقدع طول عمرك قدع اليوم وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وضحر وقال الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني بالامن امر غير مقبول فلما وزير الخارجية يرسم سياسة واضحة نحن ضد الحوثيين وضد من يحاول ان يسيء او يحاول ان يتهجم على دول القليج يجب انه هاجمه والوقفة عند حده تحية لوزير الخارجية تحية لكل النواب الشرفاء اللي فهموا الرسالة الرسالة الواضحة وقوفنا جنبا بجنب مع اشقائنا في المملكة العربية السعودية وبالسابق وقفنا مع البحرين وبنوقف وهم وقفوا معانا والتالي وكلنا كمجلس تعاون الخليجي يد وحده اما ذاك التافه ذاك الذي يهاجم شقيقتنا المملكة العربية السعودية اليوم يجب ان يحاسب اليوم يجب ان يطبق عليه قانون امن الدولة يجب ان تصحب جنسيته حتى يعرف مقداره ويروح للدولة اللي يحبها اتمنى تكون الرسالة وصلت تقريرنا الثاني ترجمة نانسي قنقر